السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم و حلقة جديدة من برنامج مصر النهاردة الناس بتسأل ايه السبب وراء بناء السد هل كانت صورة يناير هي سبب السد ولا اتفاق المبادئ هو السد او السبب في رأي حضرات بيقول صورة يناير هي صورة الخراب اللي جابت لنا الكارثة وهي السبب في السد الرأي ده اهو بتابع الرأي العام والمواقع التواصل وشايف يمكن شكل من اشكال القلق وبطرحة القلق بتاعكم له يعني مستحق ومشروع يعني اوما تفتكروا انه لا لا ايوه اتعلقوا وانا معكم الان حد يقول لك انت بتتكلم اه طبحة مش بلدي وانتو مش ناسي وانا مسؤول عنكم قدام ربنا وقدامكم لا طبعا ولكن حقول لحاجة طب يا طرى يا طرى كل واحد قلان على المية حارس على المية طبعا لما قلقت على المية من امتى تفتكروا من امتى قلقت على المية من 2011 من امتى من 2011 اول ما بيتش ارتاح ولا اقدر اتطمن من 2011 تحديدا من 25 يناير عرفت ان احنا يعني من 2011 يعني تحديدا من 25 يناير الساعة كانت تقريبا و25 يناير كان يوم اربع تقريبا كان ساعة خمسة طيب الحقيقة ده مش وقت تبادل اتهامات والناس كانت منتظرة كلام تاني منه بس هنيجي للقطة دي بعد شوية الناس كانت منتظرة النهاردة كلام تاني خالص لكن هنيجي لده بعدين من غير تشنج ولا تزوير ولا حنجرة ولا حز تعالوا بالعقل كده نمسك الموضوع من الاول واحدة واحدة ونجاوب على السؤال المصيري الشيكسبيري هل كانت 25 يناير هي السبب في سد النهضة والاتفاء المبادئ هو السبب السيسي بيقول يناير وطبعا ورا السيسي جوءة كبيرة وفي ناس كتير مؤمنة بالمبدأ ده عشان نناقش الناس دول وبعاقل هنطرح الاسئلة دي 25 يناير لا بس قبل 25 يناير كان السيسي ماسك مدير مخابرات عسكرية وكان مبارك الآن من السد بالمناسبة مبارك قال عمر لعمر سليمان هتعمل ايه في السد قدام رئيس الوزراء الاسيوبي عمر سليمان قال له هضربه هضرب السد لو اتبنى هضربه اسأله في الكلام ده عبد النصر السلامة اللي كان رئيس صحيح الأهرام أو اللي صحفي كبير يعني فالناس كتلقين على سد النهضة من أيام المشير الله يرحمه محمد عبد الحليم ابو غزالة فالقلق مش هي يعني مش السيسي الوحد يعني السؤال بقى اذا انصورت 25 يناير قادي خبره واسأله عبد النصر السلامة على الواقعة دي وقعة بيقول عبد النصر السلامة مبارك اخبرني بان مصر ستضرب سد النهضة فور انشاء قواعده ده الصحفي رئيس تحليل الاهرام الاسبق عبد النصر السلامة وده نقلا عن الجزيرة والحوار متلفز وقال عبد النصر السلامة بالنص لما جاء الرجل رئيس الوزراء الاسيوبي قال له عايزين نبني السد مبارك بص لعمر سليمان قال له هتعمله ايه في موضوع السد عمر سليمان قال لعمر المبارك هضربه لو اتبانى السد هضربه ده كان عمر سليمان اذا ده في يوم تسعة تسعة الفين واثنشر يا حضرات ما كانش بس السيسي اللي قلقان لا مبارك الفرق كبير جدا طيب وكان السيسي وقتها مدين مخابات عسكرية جميل جدا نيجي بقى لأصحاب الرأي اللي بيقولوا اني خمسة واشتورت خمسة وعشر يناير هي السبب جميل قوي حلو بالعقل كده مش مبارك مين اللي كان مسك البلد في خمسة وعشر يناير المجلس العسكري المجلس العسكري بقيادة المشير تنطاوي المجلس العسكري يا حضرات هو اللي كان مسك البلد المجلس العسكري المصري يعطل الدستور ويحل البرلمان ده في 13 فبراير 2011 اللي خرج الامريكان اللي كانوا متهمين بقضية تمويل فاكرين القضية دي ايام يناير كان المجلس العسكري خرجوا بطائرات حربية من مطار ألمازة أيام المجلس العسكري اللي طم من العالم كله على اتفاقات الدولية كان المجلس العسكري بعد رحيل مبارك المجلس العسكري يا حضرات اللي كان بيتكون من حوالي 20 واحد تقريبا كان الحقيقة واحد منهم بس مدير المخابرات الحربية عبد الفتاح حسين خليل السيسي يعني المجلس العسكري والسيسي كان واحد منهم مدير المخابرات الحربية هم اللي كانوا بيديروا البلد وهم اللي يتحملوا المسئولية ومتقولش معلش وضع البلد كان مخليهم مجغولين لا معلش دول كانوا 20 عضو تقريبا قداروا البلد سنة ونص مبارك لوحده قدار البلد 30 سنة نكمل شوية لما جاء عصام شرف رئيس وزارة هل كان له يد ناس بتقوله عصام شرف وافق على ابونا الساد اسمع وزير رأي الأسبق بيقوله والأزو الشديد برضو فترة ما بعد صورة يناير كان نظم الخبرات السياسية والفنية مش موجودة والسنوات الحقيقة الغاية 2013 فوافق اعتبر ان الساد تحت الانشاق وهو لسه مش موجود وهو مش موجود نهائي الناس اللي بتقولنا بدا علان المبادئ هو اللي اعترف بالساد لا ده ايه ده معترض ببناء الساد من شهر 11 2011 حكومة عصام شرف حكومة عصام شرف اعترفت بالساد والساد تحت الانشاق تحت الانشاق اللي غريبا اللي اتنين اغبية يعني اللي اتنين عملين يقولوا عصام شرف وافق على الساد والساد مش موجود في 2011 يعني كون احمد موسى غبي ده ده طبيعي يعني ده طبيعي لكن كمان وزير الرأي اللي عليه قضايا ده بتاع مبارك ده كمان غبي انت عمل تقول الساد ما كانش موجود 2011 انت اللي بتقول وبيقول عصام شرف هو اللي وافق جميل اوي عظيم معلش هو امين اللي جاب عصام شرف المجلس الاعلى القوات المسلحة اهو المجلس الاعلى القوات المسلحة يقبل استقالة شفيق ويكلف شرف بتشكيل وزارة ده يوم مارس تلاتة مارس 2011 الاخ بقى غلط غلطة بس صغيرة كده الراجل وزير الرأي بيقول ما كانوش اصحاب خبرة لحد 2013 ليه هو شام انديل ما كانش شغال في وزارة الموارد المائية ليه ما شفتش شام انديل وانت معدي في وزارة اذا يا حضرات حتى لو اني عصام شرف وافق على سد وافق على سد مش مبني اولا يا سيارة وزير الرأي نصر علام مش عشان عليك قضايا تعمل كده هتولي الموافقة اللي وافق بيها عصام شرف على السد ده عايز دكر يجب لي وسيقة رسمية تمثل الحكومة المصرية وقتها تعلن الموافقة من الحكومة المصرية بقيارة السيد عصام شرف على بناء السد فقط لغير ابو يا امك الكتابة هتلي وسيق هتلي فيديو يجمع عصام شرف رئيس وزارة اسيوبيا وهم بيوقعوا على موافقة السد لا يوجد لا يوجد حلو قوي تعال بقى طب يمكن اللي وافق على السد مش عصام شرف ما يمكن الدكتور هشام أنديل خلي بالك ان هشام أنديل ده كان شغال في وزارة الموارد المائية مع فطاحل مع هو نفسه خبير اللي قال لك قصده لحد 2011 لحد 2013 ما كانش فيه عندهم خبرة يا راجل وهشام أنديل ما كانش خبرة ما كنتش بتقابل هشام أنديل اصلا في الوزارة اوكي ممكن يكون هشام أنديل هو السبب اوعى بقى اوعى تقول لي المجلس العسكري هو اللي جابه لا عندك حق قادم هو المخابرات الحربية تطلب ادارة المياه ومصر تبدأ عصر الجواكن قبل ما تقول لي لا يا سيدي مرسي هو اللي اختار هشام أنديل صح بس كان مين اللي ماسك الملف ده بقى مين كان ماسك الملف وطلب من هشام أنديل ومن الرئيس مرسي اوعى وما حد تتكلم في سد غيرنا الخبر اهو قادة الخبر انزل بالخبر تاني معلش المخابرات الحربية اللي كان بياخدها السيسي تطلب ادارة معركة المياه ومصر تبدأ عصر الجراكن والبور ستخسر الكلام ده في جريدة الوطن يوم ايه الخميس تلاتين مايو الفيو تلاتاشر اطلع قادة هشام أنديل اهو وده الراجل وزير خارجية والسيسي وزير دفاع كشف مصدر سيادي مسؤول ان المخابرات الحربية طلبت من الرئاسة ان تتولى رئاسة المفاوضات الخاصة بازمة تحويل مجرن النيل الازرق الى سد النقضة وده شدرت على ضرورة عدم قيام مؤسسة الرئاسة او وزارة الخارجية باي اجراء الا بالتنسيق مع ادارة المخابرات خاصة ان ادارة المخابرات الحربية تملك معلومات دقيقة عن الوضع هناك والعناصر المخابراتية المنتشرة والشركات المدعومة من اجهزة ودول تتحرك هناك واوضح ان القوات المسلحة وضعت تصورا لادارة الازمة يعتمد على تكسيف الاتصالات بالدول ذات الثقل للضغط على اسيوبيا وانهاها او اثناءها عن اي قرار حلو قوي ترجمة نانسي قنقر